قال انتظارهم وقلقهم قبل أن يعيشوا هذه اللحظات أخيراً أصبح بإمكان الفرنسيين أن يجددوا العهد بعالم التسوق بعد قرار السلطات الفرنسية إعادة فتح المحلات التجارية ترحيب كبير كان في انتظار عشرات الزبائن الباريسيين في هذا المركب التجاري وسط العاصمة طبعاً نريد أن نستمتع وأن نستعد لعيد الميلاد عشنا أياماً عصيبة خلال الإغلاق وجدت السلطات الفرنسية نفسها مجبرة على تخفيف القيود خاصة مع اقتراب عيد الميلاد وأيضاً بسبب مطالب أرباب المحلات التجارية والخدماتية الذين عاشوا سنة سوداء بسبب الجائحة أتسأل دائماً لماذا أغلقنا هذه المرة لأنني لم ألاحظ تغييراً كبيراً سواء في الإجراءات ولا في الأرقام على غرار فرنسا قررت دول أوروبية عديدة تخفيف القيود كما هو الشأن في إيرلندا وبلجيكا الذين يعتزمان استئناف الأنشطة التجارية بداية من يوم الثلاثاء القادم اللجنة الاستشارية قررت افتتاح المحلات التجارية بدءاً من الفاتح من دجنبير القادم يجب أن تتم هذه العملية بطريقة مسؤولة وأمنة في حين ترى السلطات الألمانية أن البلاد غير مستعدة لدخول مرحلة تخفيف خاصة أن عدد المصابين تجاوز حاجز المليون لكن الألمانيين غير مقتنعين بأن تشديد القيود سيخفف من حدة الجائحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر